شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التمسك بتطبيق مثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارة الشرعية الدولية جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الحدث الرئاسي لفتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل حيث أبدأ الرئيس السيسي تطلعه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن وتمتع الشعوب كفة بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الرئاسي لفتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل يتناول موضوعات التنمية المستدامة والسلم والأمن الدوليين والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس ننجوله ممبأ رئيس جمهورية ناميبيا فخامة المستشار ولف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا للتحادية معالي السيد انطوني جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة نلتقي قبل أيام من قمة المستقبل التي تنعقد عليها الآمال من أجل التوصل لتوافق دولي من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف وفي القلب منه جهود منظمة الأمم المتحدة بما حقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل السيدات والسادة أن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا وأخص بالذكر هنا حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط بما لها من تدعيات سلبية على المستوى الدولي ومحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق الأولويات التالية أولا التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين ثانيا إصلاح هيكل النظام المالي العالمي وتعزيز مشاركة الدول النامية في أليات صنع القرار الاقتصادي وتقويت دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جراء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول ثالثا تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها ندرة المياه سواء لأزباب طبيعية أو مصطنعة الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أي دولة وفي الختام تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة تدفع نحو التغيير الحقيقي تنفيذا للتعهدات الدولية بتوفير الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم دون استثناء شكرا لكم